مشروع تخرج ثلاثة آلاف مدرس ومدرسة قادرين على تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها يستمر لسنة الثانية على التوالي مدرسون ومدرسات سوريون تلقوا دورة تدريبية تعدهم لتعليم العربية للأتراك بإشراف جامعة الزهراء وبالتعاون مع مؤسسة العربية للجميع يقوم البرنامج على خطوتين الخطوة الأولى تأهيل المعلم السوري من صاحب اختصاصات اللغة العربية فالشريعة فالتربية في ثلاثين ساعة تدريبية تؤهله لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ولسيما الأتراك وتعلمه كيفية التعامل معها الخطوة الثانية تقوم على افتتاح الشعب بالتعاون مع دورة الإفتاء التركية ومنظمات المجتمع المدني وهي موجهة للشعب التركي تهدف الدورة إلى نقل المعلم من تعليم العربية لأهلها إلى الناطقين بغيرها والتي تعتمد سبولا وبرامج مغايرة عن معاهده في اختصاصاتهم من خلال خطط وبرامج علمية تنبثق عن علم اللغة التطبيقي حاولنا أن نشرح للأساتذة الأستاذات التي شاركنا معنا في هذه الدورة ما الفرق بين تعليم اللغة لأهلها وغير أهلها ثم كان هذا مدخلا إلى التطبيقات في داخل الدورة يعني تعلمنا في هذه الدورة كيف ندرس عناصر اللغة كيف ندرس أصواتها مفرداتها تركيبها وكيف ندرس مهارات اللغة الاستماع والكلام والقراءة والكتابة اختتمت الدورة بامتحان نهائي حصل المتدربون في نهايته على شهادة التخرج بحضور المشرفين والمدربين والقائمين على المشروع ليصبح عدد خريجي هذه الدورات نحو 370 مدرسا ومدرسة يحملون في جعبتهم الكثير ليوصلوه لغيرهم سبب قدومي لهذه الدورة يعني أعطي لنفسي مهارات أكثر بالتدريس عندي يكون باللغة العربية قوية أكتر وضوح أكتر عارف وصل المهارة للطالب اللي أنا معدرسه أكتر اكتسبت مهارات الطرق الحديثي بالأعطاء بالتدريس توصيل الفكرة للطالب بشكل مبسط وسهل وبدخار الوقت والجهد وكمان شكرا للمنصول لتكافر محاضرين اللي رفقونا خمسي أنا البحر في أحشائه الدر كامل فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ إنه حديث العربية لأبنائها تحثهم للبحث عن دررها في كلماتها ثلاثة ألاف مدرس للغة العربية لغير الناطقين بها ينتظرهم الجميع لنشر العربية في كل المجتمعات إبراهيم الإسماعيل أوريانتونيوز مدينة أنطاكيا تركيا ترجمة نانسي قنقر